الآن أذهب إلى الزميل هيثم البدري الذي ينضم إلينا مباشرة من مدينة أسيوت في الصعيد أهلا بك هيثم وأطلعنا أيضا على الأمور لديك وأجواء جولة الإعادة في هذه المحافظة في البداية مساء الخير همام عليك وعلى كل الزملاء في الأستوديو وكل مشاهدي ومتابعي إكستر نيوز بالفعل محافظة أسيوت واحدة من المحافظات التي تجرى فيها جولة الإعادة اليوم هو اليوم الثاني تجرى الإعادة على سلس مقاعد فردية بعد أن تمكن أحد المرشحين من حسم الفوز من الجولة الأولى أيضا كانت شهرة محافظة أسيوت وفات أحد المرشحين الذي كان قد فاز ودخل إلى الجولة الثانية وجولة الإعادة ولكن قامت اللجنة العلية بتصعيد أحد المرشحين الخاسرين ليتنفس ست مرشحين على هذه المقاعد الثلاث محافظة أسيوت كغيرها من المحافظات تجرى فيها كافة الإجراءات وخاصة الإجراءات الاحترازية وهي البطل الحقيقي في هذه الانتخابات حيث تجرى الانتخابات في تزامنا مع وجود فيروس كورونا فرق الرش مستمرة في هذه اللجان الموزع وهي 15 رجنة عامة موزع على اللجان الفرعية في محافظة أسيوت كانت قبل قليل جولة لألواء عصم ساعد محافظة أسيوت على هذه اللجان الفرعية للإطمانان على سير العملية التصويت والإطمانان على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وصولا إلى اللجان درجات الحرارة مرتفع بعض الشيء في محافظات الصعيد مما يتسبب في أن يكون الإقبال في بداية اليوم أقل من المتوسط ولكن عادة بعد ساعة الراحة وبعد انكسار درجة الحرارة يتوافد المواطنون إلى اللجان حيث ما أعتدنا عليه في كل محافظات الصعيد في كل التقلقات الدستورية السابقة مع توفير المواطنين بعد غروب الشمس ربما وبعد انخفاض درجات الحرارة خصوصا في تلك المحافظات التي ترتفع فيها درجة الحرارة بشكل كبير طوال اليوم لأيت حالة زميل هيفام البدري أيضا من السيوت شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل